أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ثرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عقوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف وأو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وجاءوا على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الذي اشتراه من مصال امرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتدو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبطى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير إذ تلقونه بأيسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا وما كانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون فأنا يبصرون يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور له مقاريد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبووا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطغانهم ولو نشاء لأريناتهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى موانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وأبصر فسوف يبصرون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن قالوا فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فيها عين فيها عين جارية فيهما عينان 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 فيهما عينان تجريان ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي بعث الله رسولا قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال إنا منكم وجلون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا واجعلناها وابنها آية للعالمين واجعلناهم للناس آية واجعلناها آية للعالمين واجعلناها آية للعالمين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال موعدكم يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 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 هو خير مما يجمعون ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وامرأته قائمة فضحكت 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 فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق عقوب فتبسم ضاحكا من قولها وأنه هو أضحك وأبكى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي فإذا اطمئنتم فإذا اطمئنتم فأقيم الصلاة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان فإن أصابه خير اطمئن به فإن أصابه خير اطمئن به اطمئن به ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن ترضونها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين هم أحسن أثاثا ورئيا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويضهركم تطهيرا ولبيوتهم أبوابا وسررا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وأترفناهم في الحياة الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 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 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور واجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وآت المال على حبه ذوي القربى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأخرى تحبونها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه أنعمنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كم تركوا من جنات وعيون وزرع وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقولوا لهم قولا معروفا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا يعرفون كلا بسيماهم تعرفهم بسيماهم وقل قولا معروفا وقل لهم قولا معروفا ومن الناس من يعجبك قوله وإن تعجب فعجبون قولهم فعجبوا قولهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وفجرنا فيها من العيون فإذا انشقت السماء فكانت وردة فكانت وردة كالدهان كأنها كوكب دري وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين اللامة ومن كل عين اللامة ومن كل عين اللامة ومن كل عين اللامة أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وآعين الإنس عافنا من أنفس الجن أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك من حسد كل حاسد وكل عين وكل عين اللهم اخرج كل عين وحسد اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم ذهب حر العين اللهم اذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم ابطل تأثير العين والحسد اللهم اخرج كل عين اللامة اللهم اخرج كل عين اللامة اللهم اخرج كل العين اللامة اللهم اخرج كل عين قوية اللهم اخرج كل عين قوية اللهم اخرج كل عين قديمة اللهم اخرج كل عين قديمة اللهم اخرج كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين متعجبة اللهم اخرش كل عين منهم تعجبت اللهم اخرش كل عين منهم تعجبت اللهم اخرش كل عين بالزينة أعجبت بالزينة أعجبت بالزينة أعجبت وتعجبت اللهم اخرش كل عين ونفس تمنت واشتهت اللهم اخرش كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت اللهم اخرش كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت اللهم اخرش كل عين ونظرة تكررت اللهم اخرش كل عين ونظرة تكررت وما بركت اللهم اخرش كل عين وحسد من الصغر لازم اللهم اخرش كل عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت اللهم اخرش كل عين قوية كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد اللهم اذهب حرارة العيون والحسد اللهم اذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد اللهم اذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد اللهم اخرش كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال اللهم اخرش كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين حاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت لزينة وجمال الوجه غيرت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت الفم والأسنان أصابت الفم والأسنان وعطلت الكلام اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت في القوة والنشاط والهمة والحركة وعلى الأعصاب والعظام وسائر القوى أثرت اللهم اخرج كل عين بالروح امتزجت كل عين كبيرة لكل شيء شملت اللهم اشف من كل عين وحسد بتفكير الحاسد أو العائن أثر اللهم اشف من كل عين وحسد بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف أثر اللهم اخرج عيون الناس اللهم اخرج عيون الأقارب عيون الأقارب عيون المعارف والأصدقاء اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان اللهم اخرج كل عين من الرجال أصابت اللهم اخرج كل عين من النساء أصابت اللهم اخرج كل عين من الصغار والأطفال أصابت اللهم اخرج كل عين في العلم أصابت اللهم اخرج كل عين في الذكاء والفطنة والحكمة اللهم اخرج كل عين وحسد في سداد الرأي وفي الفهم وحسن الاستنباط وحسن الاستيعاب وجمال الخطب والإلقاء والتفوق اللهم اخرج كل عين وحسد في سرعة الحفظ وقوة الحفظ وسرعة الإجابة وحسن الخط وسرعة الكتابة اللهم اخرج كل عين في العبادات اللهم اخرج كل عين أصابت في العبادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وترتيل وتجويد القرآن وترتيل وتجويد القرآن والصدقة والإحسان وبر الواردين وصلة الأرحام اللهم اخرج كل عين في الأخلاق أصابت في الأخلاق وحسن الأخلاق أصابت اللهم اخرج كل عين في الأدب أصابت في الأدب والحياء في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء والتستر والحجاب اللهم اخرج كل عين في حسن التربية وحسن الأخلاق وحسن المعاملة أصابت وفي دفع السيئة بالتي هي أحسن وفي قوة الشخصية اللهم اخرج كل عين في البيوت أصابت في زينة البيوت وجمال البيوت وجمال الأثاث اللهم اخرج كل عين في البيوت استقرت اللهم اخرج كل عين وحسد في البيوت استقرت اللهم اخرج كل عين في زينة البيت وجمال البيت وكبر البيت أصابت اللهم اخرج كل عين أصابت الأزواج في سعادتهم وهنائهم ومودتهم ورحمتهم واستقرارهم واستقرارهم وهدوئهم اللهم اخرش كل عين فرقت اللهم اخرش كل عين لقلوب الأزواج غيرت ولطبائع الأزواج غيرت اللهم اخرش كل عين في الأبناء والبنات في تربيتهم وأخلاقهم وزينتهم وجمالهم ومهاراتهم وقدراتهم اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم وتفوقهم اللهم اخرج ما أصابهم في صحتهم وقوتهم ونشاطهم اللهم اخرج كل عين في الحمل أصابت اللهم اخرج كل عين في الحمل والولادة أصابت في سهولة الحمل وسهولة الوضع وفي الرضاعة أصابت اللهم اخرج كل عين في الرزق والتجارة أصابت في الغنى وسعة الرزق والمكسب أصابت اللهم اخرج كل عين عن العمل صدت اللهم اخرج كل عين عن العمل عطلت اللهم اخرج كل عين وحسد في التجارة أصاب في العمل أصاب في الرزق أصاب الله مخرش كل عين ونظرة الله مخرش كل عين ونظرة قاتلة الله مخرش كل عين سممت الله مخرش كل عين أورثت مرضا مستعصيا الله مخرش كل عين أورثت سرطانا الله مخرش كل عين أورثت سرطانا الله مخرش كل عين للك لا أتلفت الله مخرش كل عين ليفت اللهم اخرش كل عين على الرأس استقرت اللهم اخرش كل عين على الرأس استقرت اللهم اخرش كل عين على العروق والأعصاب أثرت اللهم اخرش كل عين تراكمت اللهم اخرش كل عين تحجرت اللهم شققها تشقيقا اللهم قطعها وحرقها تحريقا اللهم فجرها تفجيرا اللهم زلزل العيون من الأجساد اللهم زلزل كل عين اللهم اكبر من كل عين اللهم اكفنا شر العيون اللهم اشفنا من كل العيون اللهم ابطل عنا تأثير العيون والحسد اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذى العيون اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل خروج العيون سهلا اللهم ارد البصر على من نظر والحسد على من حسد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والجنون وسيء الأسقام والسرطان اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظرم اللهم قنعنا بما قسمت لنا اللهم قنعنا بما ارتضيته لنا اللهم اجعلنا من القانعين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين والشامتين اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك اللهم انزل الشفاء وارفع كل العون والحسد وكل الداء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين